وننوه الآن مع حضراتكم إلى هذا الخبر العاجل حيث اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول استعراض جهود البنك المركزي في إطار نشاط منظومة العمل المصرفي والنقدية وقد وجه الرئيس بمواصلة تطبيق الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي وذلك بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية خاصة فيما يتعلق باحتواء تداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا هذا وقد قام محافظ البنك المركزي باستعراض مبادرات البنك لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز تلك الأوضاع والحفاظ على ملاءتها المالية والعمال بها إلى جانب توفير جميع احتياجات القطاع الحكومي لتمويل عملية التنمية كما عرض طارق عامر جهود الجهاز المصرفي من أجل المشاركة في التنمية الاقتصادية فضلا عن حوكمة الأداء المصرفي ورفع مستويات الاستثمار بالإضافة إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتقليل تكلفتها من خلال المدفوعات الإلكترونية اشتركوا في القناة